أرجع لأستاذ عادل تقوص المصريين في الخارج في التشجيع بيعملوا إيه؟ إحنا عندنا هنا في مصر تلاقي ناس بتاخد بعضها ويتجمعوا وشلل في يعودوا على الكافيهات أو يتجمعوا في بيت حد عشان يعودوا ويتفرجوا أو طبعاً بيروحوا لأستاذ عشان يحضروا إيه المصريين في الخارج بقى؟ إيه تقوص متابعة المباريات؟ بيختلف من الدول العربية للدول الأوروبية طبعاً في الدول العربية ممنوع أن نطلع نمشي في الشوارع ونحمل الأعلام والكلام ده دي قوانين الدول إحنا في الدول العربية بيبقى التجمعات داخل المقاهي والنوادي والمطاعم المصرية في كارنفال وعرص حاجة ما شاء الله أنا كان نفسي أجيب صور معي لكن للأسف ما لحقتش إن شاء الله أبعتها لكم إن شاء الله أما في أوروبا بيطلعوا في الشوارع يحتفلوا بالأعلام زي صورة اللي أنا أبعتها لحضراتكم في أغلب دول العالم إحنا نتمنى طبعاً إن شاء الله أن مصر توصل للنهائي والظاهرة الصحية الجميلة اللي أنا أقول لحضراتكم عليها هو نفاذ التذاكر قبل البطولة الناس قاعدوا يقولوا إيه؟ التذاكر غالية والمشككين والمعرفش إيه؟ لا الشعب المصري دفع تذاكروا علشان يحضر مطشاط الأفريقية مطشاط المنتخب أولاً وباقي مطشاط الكرة في الفرع الأخرى بإذن الله